على جانب آخر التجربة الأمريكية خلي بالك من دي بقى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك المجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة المجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة ده عمره أكتر من خمسين أو ستين سنة تم تأسيسه مجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة ستين سنة وما زال موجود ويعمل حتى هذه اللحظة دور المجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة إن هو بيفرز القيادات السياسية التي تتولى فيما بعد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمدة ولاية من خلال وزير من خلال رئيس دولة خرج من المجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة الرئيس الأمريكي أوباما الرئيس الأمريكي كلينتون الرئيس الأمريكي جورج بوش الإيب مش فاكر من كمان يعني دول اللي أنا فاكرهم كويس وخرج أيضا عدد من وزراء الخارجية الأمريكان من هذا المجلس منهم كوندليزا رايز على ما أتذكر ومنهم وهيلاري كلينتون زوجة كلينتون من هو عميد المجلس الأمريكي للقيادات السياسية الشابة تولى عمادة المجلس فترة طويلة هو الدكتور هيناري كيسينجر وزير خارجية أمريكا في وقت من الأوقات ومش عميد يعني رئيس لا عميده في بناء فكره ووضع رؤيته التي تؤدي إلى إفراز هؤلاء الشباب المجلس الأمريكي للقادات السياسية الشابة هو تابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمسؤول عنه وزارة الخارجية الأمريكية اللي بتنفق عليه وزارة الخارجية الأمريكية التي تضع برامجه وزارة الخارجية الأمريكية إذن إن حدوتة القيادة حدوتة كبيرة جد اهمها ان انا مقدرش اختار ع 15 واحد وقول ده انا هعملهم قيادات لابد ان تتوافر فيهم صفات ومميزات